السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يلا بينا الاود لصلي على النبي علشان البركة تحل على اي حاجة احلم نعملها اللهم صلي واسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله النهاردة ان شاء الله هنعمل التحينة البودر فيه ناس كتير جدا بتعملها وفيه ناس كتير برضو ما بتعرفهاش التحينة البودر طريقتها سهلة جدا عن التحينة التانية اللي هي السيلة بجد طريقتها يعني بش محتاجة خلاط بش محتاجة وقفة كتير في المضة خم خمس زي هتبقى عاملة تحينة بش محتاجة زيت بش محتاجة حاجات كتير جدا بجد هي مكونين اتنين بس وهتعمل تحينة كتيرة قوة فيرة طريقتها سهلة وبجد التحينة البودر من الحاجات السهلة جدا بسم الله الرحمن الرحيم ونبتدي على بركة الله أنا معايا كوباية من السمسم الابيض ومعايا كوباية زيها بالزبط دقيق سهلة سهلة ان شاء الله اول خطوة هنعملها هجيب الاول كده طاسة وارفحها على البتجاز وطاسة ما فيهاش حاجة خالص الطاسة فاضية وانزل بكوباية السمسم الابيض بالشكل ده النار تبقى يقل من الوسط وافضل اقلب كده شوية علشان اولا تقليبة دي حلوة جدا بتعمل لها زي اكنها مادة حفظة ثاني حاجة بتطلع كل الزيوت اللي في القلب اللي للسمسم ثالث حاجة بتعنين الرطوبة من قلب السمسم طب اعرف ازاي حطي ايدك كده او ما تلاقي السمسم بتاعك سخن جدا خلاص كده رفعي لاني عشان ما تسبوهش يتحروق منك ولا اي حاجة احسن طريقة اختبيريها حطي ايدك كده او ما تلاقي السمسم سخن منك جدا خلاص رفعي كده وفضيف طبق وفنفس الطاصة برضو هنرجحها على النار تاني واروح نزلها بكوباية الديق كوباية الديق طبعا منخولة وبردو النار اقلم المتوسطة واقلب الديق برضو الطاصة ما فيهاش حاجة خالص ولا زيت ولا اي حاجة الطاصة فاضية ليه تقلبت الديق برضو بتعمل لها زي مادة حفظة للتحين البودر اللي بنعملها تاني حاجة بنعيني الرطوبة خالص من الديق وبجد بتلاقي بعد كده الطحينة بسبب التشويحة دي اللي حم نعملها بجد بتفرق جدا في طعم الطحينة وبردو عرفها ازاي حطي ايديك او ما تلاقي ديق سخن معاك خلاص كده او تلاقي ريحته كده طلعت عليك حلوة خلاص كفاية وفضيه برضو في طبق كده عملنا اول خطوة واهم خطوة تعالوا بقى نشوف ايه اللي بعد كده هجيب بقى المطحنة بتاعت الخلاط اللي هي الصغيرة دي هقولك بقى لطريقة سهلة جدا عشان تنجز في الوقت ومتعوقش منك التحينة وتطلع معاك بسرعة حطيت شوية من السمسم في قلب مطحنة الخلاط بالشكل ده وطبعا لازم السمسم يتدرب كويس جدا ما يكونش فيه اي حاجة يعني السمسم يتحن كويس اوي يبقى بوضر معاك ادي اول خطوة الخطوة دي مهمة جدا لازم السمسم تحسين هو الضرب والاحسن لما تدربه هو سخن بيتدرب معاك كويس جدا في الكبه بيبقى سهل قوي في نفس الكبه انزل بدي علشان كده بقولك حطي شوية سمسم ما تقطريش علشان بعد كده هنرفع معاك ادي ايه في نفس الكبه يعني انا جبت السمسم ضربته وبعد ما ضربته كويس اروح نزل عليه برضو بدي في نفس الكبه بتاعت المطحنة بتاعت الخلاط وبردو ارفعه تاني على الخلاط واطحنهم كويس اوي اللي اتنين مع بعض اديه مع السمسم بخلطهم ببعض كده سهلة كده واضحة معنا عن طحن السمسم ونفس المطحن تحت الخلاط بحط الديق عليها وبضربهم بصي اللي اتنين اتضربوا مع بعض بالشكل ده بصي باقي بودر معايا بالشكل ده تمام جدا والطريقة دي سهلة قوي بش تاخد منك وقت نفس الطريقة برضو بحط السمسم مكة طريش حط على قد المطحنة علشان ايه ما تكتريش عليها علشان تعملي مساحة برضو لديق بضرق احطي كده شوية من السمسم واول ما اضحنهم برضو ارفحها تاني على كبك الخلاط واضحنهم كويس وبعد كده بنزل بالديق كل الكمية عملتها بنفس الشكل اضحن السمسم الاول وبعد كده بنزل عليه بالديق في نفس المطحنة بتاعت الكبك اللي هي بتاعت الخلاط يعني المطحنة واضربهم كويس وبعد كده بطحن لتن مع بعض خلاص كده ايه رأيك عملنا التحينة سهلة سهلة جدا ما خديتش وقت ولا اي حاجة والله في جد بخمس دائما هتبي عملت التحينة تعالوا بق طب انت وقت عملت التحينة كده بودر طب عملها سهلة ازاي خدت معلقتين من التحينة البودر في طبق صغير وانزلت عليه بشوية الزيت قلب 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 ايه رأيك بق التحينة سهلة 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 جدا ودي اسهل طريقة بق التحينة سهلة بالشكل ده يعني بجد انا عجبتني جدا وكمان ما بتحتاجش زيت ما بتحتاجش الخلاطة عضطحن واضرب في الزيت في الخلاط الكبير وحطي بق الزيت لا بجد انا عجبتني الطريقة دي والطريقة دي سهلة جدا احفظيه بق اي بطرمان عندك بالشكل ده حطيه بق في ديك التحينة البودر احفظها في البطرمان حطيها في التلاجة ممكن تحفظيها في اي لف المطبخ عندك باش هيحصل لها حاجة ريحتها باش هتغير ريحتها باش هيحصل لها اي حاجة بسبب اللي احنا طبعا برضو قلبنا دي وقلبنا السمس بكل الحاجات بتبقى مواد حفظة لها 10 جنة حينة بجد قليلة جدا فانتش هاتي شوية تسمسم مع الدقي وعملي هتعمل تحينة بكمية وفيرة